نعود للوضع في الجنوب اللبناني حيث تنضم إلينا مرسلة الحدث ناهد يوسف ناهد أهلا بك معنا إذن ما الجديد على هذه الجبهة اليوم؟ نعم منذ بعض الوقت كان هناك ضحى قصف إسرائيلي مركز على التلة التي خلفنا حيث يمكن رؤية تلك الأشجار كان هناك قصف إسرائيلي هذه بلدة يارون التي كانت بشكل شبه يومي تتعرض لقصف إسرائيلي نقلنا موقعنا إلى هذه النقطة لنرصد هذا القصف ونكون معه مباشرة بهذه الرسالة ولكنه توقف منذ بعض الوقت كان هناك قصف على هذه النقطة وكان أيضا سبق هذا القصف ضحى غارة على منطقة عيت الشعب في النقطة نفسها التي كان عادة تحصل الغارات أو يغير الطيران الحرب الإسرائيلي على تلك النقطة في عيت الشعب سبق ذلك أيضا سلسلة غارات في جوية استهدفت مرتفعات حلتة وهي جنوب بلدة كفرشوبة وذلك ردا على استهداف حزب الله اليوم لمنزل في مستعمرة لمطلة حيث كان هناك تجمع للجنود الإسرائيليين بحسب بيان حزب الله في ذلك المنزل في المستعمرة فقام باستهداف ذلك المنزل وعلى الإثر طبعا كانت هناك سلسلة غارات في المنطقة المقابلة في المناطق المقابلة لموقع لمطلة وبالإضافة إلى قصف إسرائيلي استهدف بلدات في الخيام وميس الجبل وكفر كلا وكان هناك استهداف حتى لمنزلين في منطقة كفر كلا أشير ضحى إلى أنه كان لافتا منذ يوم أمس وحتى اليوم الاستهدافات الكثيرة للمنازل يعني يوم أمس كان في كل منطقة كان هناك قصف إسرائيلي عنه استهدف بلدات عديدة ومعظم هذه الاستهدفات كانت تصل إلى المنازل وهذا الموضوع فعلا كان لافتا لأنه كان يتم استهداف منازل المدنيين والسياسيين بينهم النائب قبلان قبلان نائب في حركة أمل الذي أيضا تم استهداف منزله وتم أحراقه بالكامل بالإضافة إلى منازل عديدة للمدنيين ولكنها بطبيعة الحال كانت خالية من سكانها نظرا لنزوح هؤلاء العائلات من المناطق الحدودية لأنها كانت تتعرض للقصف يوميا وعليه كان هناك هذا الاستهداف الكبير للمنازل وقد يكون هو أحد سبب الاستهداف حزب الله اليوم لمنزل في مستعمرة لمطل كما كان سابقا قال أمين عام حزب الله بأنه المدني مقام المدني ومنزل مقابل منزل ربما قد يكون هذا أحد أسباب استهدافه للمنزل وتجمعات للجنود الإسرائيليين في مستعمرة لمطلة يعني هذه هي آخر التطورات من هنا من جنوب لبنان بعد القصف الإسرائيلي الذي كان يستهدف منطقة يارون الواقعة خلفنا تماما نعود إليك في كل جديد شكرا جزيلا لك ناهد من الجنوب اللبناني مراسلة الحدث ناهد يوسف